اشتركوا في القناة راح يكملها هذا البرنامج اول شي خلونا نشرح الايقونات اول ايقونا نيوم فولدر اللي هي تسوي لك ملف جديد copy to iPhone انك ترسل المعلومات الى الايفون copy from iPhone انك تحفظ المعلومات من الايفون الى جهازك delete have settings اللي هي الضبط والضبط سهلة جدا اول ما تثبت البرنامج راح يجيك الشكل التالي اذا رصيت هذا الخيار راح يعرض لك مجلدات الايفون طيب خلونا نروح للcontact لاحظوا الcontact اول شي يمديك تخزنها في جهازك يمديك تسوي لها send للaddress book النوت يمديك تسوي نوت جديد وترسلها لجهازك يمديك تحفظ النوت في جهازك يمديك تسوي لها delete يمديك ترسلها الى برنامج mail عشان ترسلها رسالة يمديك تسوي تعديل للنوت يمديك تسوي نوت جديدة عندك المكالمات هذا السجل للمكالمات تقدر تحفظها في جهازك تقدر تسوي لها delete عندك المسيجات هذه المسيجات زي ما انتم شايفين تقدر تحذف اي مسج ضغطة زر تقدر تحفظ اي مسج الى جهازك تقدر تسوي delete الويب تقدر تحفظ الhistory والbookmark الى اخرى الى جهازك الميوزيك تقدر تحفظها في جهازك تقدر ترسلها الى مثل انت شابك ايفون خويك ونفس الطريقة مع الفيديو تحفظها في جهازك ترسلها الى البودكاست تحفظها في جهازك ترسلها الى الى الفوتو تحفظها في جهازك تسوي لها delete ترسلها للآي فوتو الفويس ميمو تقدر تحفظها في جهازك ولا تسوي لها delete ولا ترسلها للآي تيز خلونا نجرب نحفظ الفويس الى الجهاز لاحظوا حفظناها بضغطة زر وشغلناه طبعا هذا المميز في البرنامج طبعا البرنامج يدعم جميع انواع الايبودات يدعم الايفون ويدعم الايباد طيب وش سلبيات البرنامج من سلبيات البرنامج انك اي عملية تسويها له اه اي عملية تسويها له راح يسوي عادة تشغيل للايفون طبعا انت اذا دخلت البرنامج سوي كل العمليات اللي انت تبغاها تتنفذ وسولها تطبيق زي ما شفنا من هنا سولها تطبيق العمليات راح يعيد لك تشغيل الجهاز وبعد تشغيل الجهاز راح تحصل ان كل العمليات صارت فهذه من سلبيات البرنامج سلبية سيئة جدا يعني انك كل ما جيت بتسوي عملية بعيد تشغيل فالاحسن انك تسوي جميل العمليات بعدين تسوي لها تطبيق ثم ترتاح اتمنى يكون البرنامج مفيد للجميع زي ما هو افادني وان شاء الله يكون الشرح جميل ومفهوم للجميع يلا يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر